خطة عمل حملها وزير خارجية الكنغو الديمقراطية إلى القاهرة المحطة الأخيرة في جولته الثلاثية بين أطراف أزمة سد النهضة خطة تتضمن مقترحات لم يتم الإفصاح عن فحواها لكنها تهدف لانتشال المفاوضات من عثرتها وإعادة إطلاقها وفق رؤية تحدد مسار المرحلة المقبلة أكدت معالي الوزير الاستعداد الكامل على التجاوب مع ما يطرح سوف يكون محل دراسة متقاقة وسوف نوافي الرئاسة الكنغولية بتعلقنا حول هذا المستدد الهام مقترحات الكنغو الديمقراطية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية تأتي غادات بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي يدعو لتنشيط دور المراقبين الدوليين في المفاوضات لتيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية العالقة تم الاتفاق على عدة مبادئ أساسية وحان الوقت لإعطاء دفعة تفاوضية تسمح لنا بجمع الأطراف الثلاثة بسرعة نتطلع لتحقيق الإنسجام بين الدول الثلاث للوصول إلى حل للأزمة إنه تحدي يجب أن نفوز به وتشدد القاهرة على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وفق جدول زمني محدد وبضمانات تكفل حقوق الدول الثلاث دون لبس في التنفيذ وتجمدت مفاوضات سد النهضة قبل خمسة أشهر منذ تعثر جولة كنشاسا بسبب ما اعتبرته القاهرة تعنتا إثيوبيا وغياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا من أجل التوصل إلى حل للأزمة قبل أن يتعقد المشهد أكثر بإعلان إثيوبيا الملء الثاني لخزان السد من دون اتفاق في خطوة أحادية رفضتها القاهرة والخرطوم تحرك إفريقي بدعم أممي قد يشكل أساسا لإنهاء مرحلة الجمود الراهنة في ملف سد النهضة تمهيدا لاستئناف التفاوض بين الدول الثلاث هذا ما تكشف عنه المعطيات الجديدة المتمثلة في مقترحات الكونغو الديمقراطية التي حملها وزير خارجيتها وسط ترقب لتجاوب الأطراف الثلاثة معها أحمد مهران سكاي نيوز عربية القاهرة شكرا لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب